ما يوجد فيها الفريق والمشاكل التي يتخبط فيها الفريق كيف حتى ونقبلت هذه المهمة؟ مهمة صعبة كبيرة ومعش سهلة؟ نعم، في الواقع ملذيطوراً مثل هذه الديز يماني هم يلعبوا ريليقاسي لقد كنت أرى بشكل افكتف عندهم جديد بسع المشكل أشكفوا يديروا دبيت سيزان ضعيف كما قلت وصرحت قلت باللي المولدية هتلعبوا لاريليقاسيون فعلاً يلعبوا لاريليقاسيون لكن بعدما كان لي اللقاء مع المسيرين وكان ثاني اللقاء ثاني مع اللعابين قلت كان احتمال كبير، كان حظوظ كبيرة باش الفريق تعني يقعد في القسمة الأول لماذا؟ نهضروا صراحة مولدية فريق عريق وخرج لعبين كبار، وخرج لعبين دوليين، لعبين محترفين هل يتأسف لهذه الوضعية الموجودة فيها مولدية وهران؟ بس كل المشكلة في مولدية وهران العارفين بخبايا كرة القادمة مولدية وهران يعرفوا من المرض ولكن احنا كتقنيين عنا وحدة المسؤولية وعنا اقتراحات ولكن الغالب، في الوقت تأتي بمشروع عمل والمسيرين لا يعاونوكش لأنك يعرف الكل بالمولدية، نظن أنه هو المدرب السادس نظر هذا الثاني لما يكونوا المدربين لا يكونوا استقرار حتى اللعب لا يعطيش مرضو طيب والنقطة الثانية اللي ثانية مهمة هي لما اللعبه لا يتحلوش بالمسؤولية من بداية السنة هذا يكون خاطر على الفريق برسكو كما صرح الرئيس مولدية العاصمة نحضره صراحة لما يكون المسيرين عندهم شخصية كبيرة اللعب اللي ما يكون عندها شخصية ضعيفة يتحاوز وحدها هكا نظن باللي المشكلة كل واحد يتحمل مسؤولية نظن باللي لحنا المدربين وللعبين وللمسيرين ولحتى الموحيط على الفريق ككل نتمنى إن شاء الله أنه توفق في هذه المهمة إن شاء الله نظن بالتظافر الجميع نظن باللي المولدية عندها حظوظ كبيرة باش تقعد في الفلا في المال ديفيزيون مالغيري هادلها جورني كانت كننا احنا وما اللي بشنة في مهمة عنا جسوما راح نرجعون كل ماع المباراة بده يتاقصيك بشير مالغيري هادلها شوي على مجال حاج عيسر لمولدية جزائر الناس كانت كنت سنافيه فإن الله لحد الآن مازال ملعب شو عمل يعني عمليات جزائرية ترجمة نانسي قنقر